ميرش كونفلكس الكابوس بالنسبة للمبرمجين عندما تقوم باستخدام غيت في فريق كثير من الأحيان ربما قد تواجه مشكلة ميرش كونفلكس ماذا يقصد بميرش كونفلكس بالاختصار هناك استراعات عند محاولة غيت بتدمج التحديثات متى يحدث ترك المشاكل يحدث ترك المشاكل على الصباح في الصورة الثانية لنفترض عدة أشخاص يعملون على نفس المشروع الشخص الأول قام بتعديل أحد ملفات وقام بإرسال التحديثات إلى غيت هوب والشخص الثاني أيضا يعمل على نفس المشروع وأيضا قام بتعديل على نفس الملف وبالتالي الشخص التالي إن قام بإجراء التعديل على نفس الجزء الذي قام بتعديل الشخص الأول سوف يتمعرض له مشاكل متعلقة بميرش كونفلكس سوف يقول غيت هوب لا يمكنني بمعرفة أي تعديلات أقوم باستخدامي التعديل خاص بهذا الشخص أو تعديل خاص بك وبالتالي في تلك الحالة يجب عليك أن تقوم بحل المشكلة عبر اختيار أي تعديلات ترغب به التعديل هذا الشخص أو هذا الشخص أيضا قد يحدث صراعات عندما تقوم بتمش فرعين مع بعضهم نفس المشكلة في البداية كيف يمكننا حل المشكلة في حال صادفت لنا هذه المشكلة لنقوم بتعديل بحيث أن نحصل على ذلك الخطأ على سبيل سال الملف التالي في النسخة التي تواجد على سوف أقوم بالتعديل على سبيل سال أرى بإضافة على كودر شير وسوف أقوم بإجراء التعديل وفي النسخة التي تواجد لديه على الكمبيوتر خاص به سوف أقوم بإجراء أيضا تعديل على سبيل سوف أقوم بكتابة شيء آخر هاي كودر شير على سبيل سال هنا الآن سوف أقوم بإرسال التحديثات إلى GitHub ثم GetPush مثلما تشاهد فشل إرسال التحديثات يقول في البداية يجب عليك أن تقوم بعمل GetPool لأن هناك بعض التعديلات في GitHub لم تحصل عليه مثلما تشاهد حصلنا على MergeConflict إذا قمنا بفتح الملف التالي سوف تشاهد تم إضافة الجزء التالي يمكننا أن نقوم بحل المشكلة بشكل يدوي عبر اختيار أي منهم نرغب باستخدامها الجزء التالي أو الجزء التالي يمكننا أن نقوم بكتابة GetStatus في حال كان يتواجد Conflex في أكثر من ملف يمكننا من خلال GetStatus بمعرفة فأي ملف في مثال حال يقول في الملف التالي تم حدوث تعديلات وبالتالي يمكنك أن نبحث أين يتواجد هكذا الشكل وتقوم باختيار الجزء الذي يسترغب بيبقى وجزء الذي يسترغب بيحز فيها لنفترض في مثال حال أرغب بيبقى الجزء التالي بعدما تقوم بإجراء تعديلات بشكل يدوي تقوم بحبس ثم من جديد تقوم بإرسال التحديثات ثم Push مثل متجد تم حل المشكلة بعض الناس قد يقوموا باستخدام الطريقة التالية يقولون GetPush-F يعني النسخة التي يتواجد لدي أرغب بإرسالها إلى GetHub لكي تم استبدالها بالنسخة التي يتواجد في ذلك وقت على GetHub لا ينصح باستخدامها ولكن في بعض الأحيان ربما قد تنجبر على استخدامها إذا بهذه الطريقة يمكنك حل GetConflicts